صحب طيب عمر هل فعلا مرسكه والفر صفقات اللي جاتي النادي الاهلي واحدد لك اسمائه يوسف ايمن وعمر السعلة كان نرافذ اندومه للنادي الاهلي او ما طلبش اندومه للنادي الاهلي كان في تحفظ على يوسف ايمن كان في تحفظ على يوسف آي cocktails لكن عمر في السعلة كان مقتنع جدا وشايف ان واحد اضافه قوي جدا لخط نصف النادي الاهلي وشايف انه وهم من افضل اللعيبة اللي في الدواء المصف اللي كان ممكن يبقى فيه كلام عليه هو عمر البنوبي لعب زد ده اللي سلسنة الوحيد ومع ذلك بوده تم التحفظ في الآخر على فكر الضم البنوبي الناس بدأت تتكلم ان الاهلي ممكن يجيب صفقات محلية عشان طبعا فاطة القيد ممتدة لحد 25 اكتور فانا هسأل سؤال ايه اللي تغايف قبل ماتش الصوبة وبعد ماتش الصوبة هل القناعات هتتغايف يعني الناس بتتكلم ان لقى اصله هو هيجيب صفقات محلية تم هانا طبعا كاكولوف كاكولوف هو مش مقتنع اصلا باللعابة المحلية كان قبل الصوبة فإيه اللي هيخليه غاية وجهة نظره في العشرة في تيام اللي جايين او الفترة المتبقية حتى 25 اكتور حتى الكلام على قصة اللعيب الاجنبي نادي الاهلي خد قرار خلاص ان مش هيبقى فيه لعيب اجنبي سواء مهاجم او جناح إلا فيه شهر يا نعيب اللي جاي وابت زي ما انتا قلت في الانترو ان الامور تتغير ولكن المعلومة اللي هي موجودة لغاية دلوقتي ان لسه ما فيش حاجة لكن ممكن اليومين الجاني ببقى فيه كلاما معلش امراض عن جيلك اهي تشريك النهار ده جديد اه انا في حكاية لازم ارجع فيها لسه احمد جلال سه احمد استنى احنا العشرة بتخيلني اعرف البدل لانجوش بتاعك فانت بس طي عنده عنده اصلا عندي اللي عندك فانك وولتع في الانترو الضبط الاهلي هي سنة اليناير لا لا مش ممكن لان السيناريو اللي بيحصل ده هو نفس السيناريو اللي حصل لسنة الفاتت لما الاهلي خسر السبر الافريقي وما كانش عنده مهاجم وترجم ما قدرش ترجم فرص كتير جدا ولما لعب كاس علام اندية وكان الفريل البرازيل الاهلي ضيع فرص جدا وبرضو ما كانش عنده مهاجم فبدأ بعد كده يقول انه هو يصلح الازمة نفس الامر بيتكرر فانت كان كرر في بطولة فانت عندك مفرمة جاية عندك انتركنتننتل عندك اسعلاماندية عندك دوري ابطال غير الدور المصري ومهاجم شوبر المصري طبعا فصعب جدا لان عصل لا قبل الاناير كمان انت عندك شوبر مصري وعندك متشان في دوري ابطال الفريق وعندك انتركنتننتل فالتحديات كبيرة قبل الاناير ويعني من حصن حص الاهلي والزامالك على فكرة ان لسه القيد مفتوح القيد مفتوح خلص المائش خلص انت عندك وحتى الدور الاول انتهى وفي ثلاث مراكز منهم قلب الدفاع منهم لعب الارتكاز منهم بكريت الأهل بيفكر في جناح بيفكر في مهاجم وقد يمتد الأمر اللي ما هو أكثر من ذلك بس اللي أنا عرفته إن يا محمد هاني الحمد لله لغادي الوقت جزع في قلبات الدخل وليس لقدر الله صليبي فده برضو الموضوع مش هيبقى بعيد قوي لكن لازم يكون في تدعمات ومن فكرة المهاجم الأجنبي هتكون وردة الأهل طبعا عنده أربع أماكن في فضل الموضوع الموضوع المشكلة قولها في معلول خلي بالك لسه معلول ده مشكلة قائمة لسه يعني هو أفهم إنه هيكون ويتنج لست حتى شهر ينال جاي إذا تم تعبط معه واجب أجنبي دلوقتي أه بالزبط أنت هتعملي مع معلول بقى لأ هتقيده إزاي وتقول برستاو شكرا صعبا هو خلاص عقده ينتهي نهاية الموسم فهما هيبقى ما هيتقاله شكرا من كده كان الموضوع هيبقى منتهي بالنسبة لبرستاو بس هتديله عقد الكامل هتديله بقى العقد مهو مهو هلس بضل لسوتة شهر هتتدوم له بقى هتعمل إيه مهل رغم المعتمد عليه في بداية الموسيقى مهو ماشي مس الفكرة أن أنت عندك على الفكرة الموضوع مش منيا أكد ما هو لائحيا ولا تبيع علي معلول ست شروع وترجعه في ناية الموسيقى الكلام كان مطروح ده على فكرة يحي أعارة كمان مس اللعيب بفض معلول بفض مع فاركو عن طريق إشنون إدوارد اللي هو هو وكيله وهو في نفس الوقت المديري التنفيذي حصل لفاركو لكن بعد ما الأهل استنى والموضوع تم التراجع عن هذه الخارج معلول تحفظ كمان على الفاتفة فاركو يعني هي الموضوع كان طرح أب الزبط أطرح أنه هو الأغلب ده اللي حيحصل رغم إيه بقى رغم أن أنت ما بتلاعبش رد أسلام أساسي فالأمور محتاجة بس بعض أمور محتاجة بس بعض